اشتركوا في القناة ضابط سابق يطلع ويطالب الصحراويين بالقيام بعمليات في بعض المدن المغربية وهو ارهاب ديمستورا ما عنده لاش يجي لامين يوسو بس كما بقاش لامين يوسو وانتمنى وانا اتكلم مع الاخوة الصحراويين قال لك انا الارادة السياسية تاعة الصحراويين انهم ميتدابوش للحوار مع ديمستورا وميتجاوبوش مع ديمستورا لان اللائحة 26-2 الاخيرة فرغت يعني المحتوات على من يوسو لك يا صحراوي لكم باديدون الاستقلال موتوا واستشهدوا على بلادكم ويحاولوا الحرب حتى في المغرب داخل اراضي المغربية مش اراضي محتلة المغربية في كازا في مراكش لكن كان اعمال قادرين يقوموا بها لخلق الرعب في المجتمع المغربي هل تخدم اجراء ضده أبدا بل راهو راهو مبسوط يعني كيجي واحد يقول كيدعو الى الحرب مع المغرب ويحرض على المغرب ويوصلوا يمسوا اعراض المسؤولين ويمسوا ما يخلوا ما قالوا في هذه الحالة جي تقول لي انت راهو المغرب صديق انت صنفت المغرب عدو اذا قال الملك المغربي انها مناورات الاعداء بدون ما يسميك ربما ما يقصدكش ربما ما يقصدكش ولكن بالنسبة لي انه قضيت وحده الترابية اي واحد يدعم لتقسيم وحده الترابية فهو عدو اخطر شيء انه واحد يستهدف لك وحده الترابية ويستهدف لك امنك القومي انت رك استهدفت لوحده الترابية مش فقط مش فقط عن طريق البوليزاريو خلينا نحطها جانبا انه هذا الغبي عمار بلاني كم من مرة يعمل اشارات للريف وهي تجري على قدم وساق تحركات استخبارية في دول غربية من اجل خلق حركة انفصالية في الريف واذكروا كلامي جيد الا اذا تراجعوا بعد ما فضحناه وعندي معلومات اكثر من هذه نأجلها الى وقت اخر يعني وصلنا لدرجة هذه انت الريف راهو مغربي انت بدأت تفكر في خلق نزعة انفصالية في الريف وتي تقول لي المغرب راحا كيفاش يقول الاعداء لا هل يقول لكم الازدقاء والاحباب ويبوس روسكو تعاني وشرا هذه العنجة هي شوفوا مشكلة النظام الجزائري لو ترجع مثلا الخطابات بوميديا قبل هذه اللي خلقت الجزائريين الان ما يستطيعوش يبنوا دولة يقول عن طريات نحن الافضل نحن عندنا تاريخ والامم الاخرى ما عندهاش تاريخ نحن الخير من كل الناس ما عندنا شو ما يخصناش وهذه العنجة هي حتى خلى المواطن الجزائري لا يخدم لواله فيهم اللي يجو فرنسا كما يقولك يغسل البس الداخلية لطاع الفرنسيين من اجل انه يعيش في الجزائر والله ما يخدمها يحوس يكون لابس كوستين في سيارة فخمة كذا 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 نحن وصلنا الى هذا الحال وهذه العقلية ما تبنيش دولة الدول التي تبنى ودير مستقبلها دائما تنظر نفسها انها ضعيفة شوف اسرائيل مثلا اسرائيل تروج دائما الى نظرية تتمثل ماذا هذه النظرية نقول هالك في ماذا تتمثل تتمثل بان وجودها دائما مهدد وانه اسرائيل اذا خسرت حرب معناها تخسر وجودها وانها مستضعفة وضعيفة ومظلومة ومهددة وهي دولة نووية في المنطقة وهي دولة عندها الوبيهات مسيطرين على كل الاعلام والمال والاعمال في العالم ورغم ذلك دائما تظهر انها دولة ضعيفة دولة هشة دولة مهددة في وجودها علاش؟ باش تحفز مواطنيها على العمل تحفز مواطنيها انه ما يقعش خطأ دائما حكوماتها تدفع الثمن يغلط رئيس وزراء يكون رئيس وزراء بعد شوفه في الحبس وهذا شفناها مع اول مرض نحن والو نحن الاعظم ونحن الاكبر ونحن الافضل وكذا وشعبنا يقتات من المزابل الشعب يدير الطوابير على البوست يدير الطوابير على الحليب يدير الطوابير على الزيت المام يجيهش ساعات يضربش هر ما يجيش قطرة ما يظل يجري من بلاصة بلاصة بش يجري الماء الوثائق واش رايح نحكيلك الباسبور انت عوعد ما يديهش للدول اللي فيهم فايدة ما يديهش وين راحة فيش نحن الافضل هذه العقلية انتع نحن ديما خير حتى خلتنا ما نعملوش المغرب لا المغرب خلق ثقافة سياحية كي تروح سائح للمغرب تحس باللي راه المواطن يحمل ثقافة سياحية يخدمك يقوم بيواجبه في خدمة السائح ما يقولش لا لا أنا مغربي كيفاش تروح نهز للكابا الواحد سائح يجي في المطاع نحن راك تروح البلاصة تعيط الواحد يا قهواجي يضربك يقول كيفاش تعقيلة تعيط لقهواجي هو قهواجي شوفك الجنب النفسي اللي زرعوا النظام في الشعب حتى خليه لا يعمل وشعب يتكل على الآخرين وشعب ينظر باحتقار إلى الأمم الأخرى حتى صارت دولتهية أخيرة اشتركوا في القناة